موسيقى الحمد لله تكنويز موقعش كما كانت محدودة في الليالي وليك شادك كانت تقوص ديال الليالي بوحدها وكانت تقوص اللي هو عاوثاني الاسبكتاكل اللي كيكون عاوثاني في جميع الاماكين في المغرب وفبران نيس طبعاً والحمد لله تكنويز غادم زيان الحمد لله بخير احنا غادين وكان غادوية درجة درجة قطلع كل حاجة عنده عنده واحد طبع دياله فلا تصير كيكون عندك واحد جمهور كبير كتحاول كي باش تخدم باش تكون فوح المستوى في الليالي طبعاً في الليالي قنوية كتكون مروحاً خارج على كما هذا كيشده بولادي تنترك في الروح ديالي ما كتكونش مقيد كتكون مطلق خدمة لغمان ولكن بالنسبة للبغزي بسهل انت تخدم مع موسيقيين ولا تخدم مع شي جروب ولا دي لازم كي يخصيك لعني واحد امكانيات اللي تكون عندك خيبرة باش تتمرين على ريبرتوار ويكون لك شي محسوب مدروس ما تقدرش تغني كسر من الواقس ما يخصيك شيت الموسيقى تغطيها حقاً الاميلودي تغطيها حقهم وهذا الشيادة هو اللي كالفرقية بده بده تشوف عن غاية ديالي كان شاهد بالله والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنديش هنا هاد الفكرة ديال لا علاقة عندي مع هاد الشيادة كبرنا في هاد الشيادة واشتبعيني العجب في هاد الشيادة ولكن في النسبة لي انا ديما مخرج راسي من هاد الاوهام كان حاولت كيفاش نخدم على راسي تغنيوز موسيقى يعني العالم كيسمع تغنيوز كيقولوا هاد موسيقى مكينش مثيلها هما كياخدوا تغنيوز وكيدي يحاولوا انا واحدة الريبيرتوار اللي هو عالمي وكانت صدقش حاجة مفاجأة القعلن الشعبي ولكن في النسبة لي انا ما تغنيوز باقين كان محافظين على الآثرة ديالها ما يمكنش غادي تفرط في الأصلة همثينين والأصلة فيها تعلمنا وفيها تربينا وفيها دي ما يمكنش تجيكليلا وتقولوا ما انا ما نخدمش ليلا ولكن في الداخل ديالي انا ما عندي علاقة انا با انا غادي خدام كنت سوكن كنت برد الجن ديالي سأنا كيمتا هم كيرتاحوا مع راسهم حيث تغنيوز هنده واحد المكانة خاصة في لا في الشوفاء ولا في السمع ولا في هذه دغية كتقسك وده هو السر ديال زاكنويت اللي هو عايشين به وده في طاقة فكارة ديالي ما عنديش علاقة بيالي الناس الزون في لابيلال بجون سبيطة كل يسخاف كين بزاة في بعض الفيستيفالات الناس يدير مورسو ديال عيشة اولادي تسجوا يبضلها تطيح ويجوا يزوم يدوم يعالجوهم ولكن هالشي ده مكتوقفش الحفلاء؟ لا عالشي اوقف الحفلاء يعال الحفلاء خدامة هي اجدبت تمشي تشرب الماء ومشي تريح ما ارسم منها احنا جات وقف الحفلاء لا مشي في حفلاء في الليلة الليلة قنوية مئة في المئة وهالشي اده كنقولك انا في واحد الوقت تقريب من ربعين سنة على هذا الموضوع اللي انجبت لك انا كنت خدام كانوا غير عبيد الكوحة القنوية وكننا في الليلة وواحد السيدة كانت مرد لها وولدها مكي تمشاش وتسارس فيه الزاب يالطبا ورويناه ودي وجاتت عند الزاوية القنوية ووجا بديك الدري وديك الشيادة وقالوا لقصك تديري له الليلة ودير له ادي وكيما كنقولك ان ايها بالنية ومقصود الله درت له الليلة وتجمعه قنوية وحاضرة فيها وديك المعلم كان واحد المعلم علواء الله يرحمه مسكين كان زي سونك حل وكانوا غير اياه وما كان قنوية كيما كان في عاصيل اياه وناطو درنا الليلة وديك الشيادة في واحد طرح دري ناطو كي يجدب وخاف على رجلو قل إن كنا تسخلعناه ناطو كي تقول له اه المعلم علوان داويت لي ولدي ووي وقف وحاط لقنبري وقال ليه ناطو بقي تقول ليه الليلة اخرج بحالي احنا ما داوناك ولك موانو هنا يقيني بزاف ديال الناس اللي قاسين معرفنا ديك السابيك ولا ديك الدرية ولا ديك الدرية ولا ديك المستي ولا ديك الحمق قال آمين وربية شاش بلي الدعاء دياله وربية شافرك ولدك واش قنابه باش كي يشافي ولا كيديرو شي حاجة لا شافيه والله ترارك وتعالى هذا هو اللي يخصوه من ديم يفهم ويدخلن دماغ دياله هذا هو الموقف اللي ناشت بعيني فتاق ناويت سبحان الله العالم ولكن هاد الشي هذا من هادك السيدة ناس علمس هاد الروح تزرعز فيها ما بين من ندخلش الأوهام الرأسي شي حاجة كينا من غير الله ومن غير الدين اللي عايشين فيه عبدا بومارلي نهار اللي بداء عباد الله غايت سنتعلى بورنبا يخصوه يشعله جوان وش همزين يقول له وهذا الشي هذا ما الشي هو على الأغريض بومارلي اللي تشعله جوان اللي يمبلي الله يعفو عليه واللي ما يمبلي إش نطلب له ومعمره يخص قاعد ذلك الشي كله غير خرايف من هادم يلا بغى عنده عزمة قوية وش حاجة وبغى يسليم شي حاجة اللي هي كيعرفها غادي تضروه صحته يبعد منها من هادم كيتنغام الموسيقى قلت لك العالم كامل قاعد العالم يدير لي كونسير ويدير الميراجانس ويدير الزاف ديال الحواجة والناس كتدخول باش تسنتع وباش ترتاح كينشي بعد الإنسان الموسيقى كيمشي تصنص عليها كيرتاح العقل دياله والدامير دياله كل شي كيرتاح كيخوي دماغ ومهما تكون صنطر يتنسى مع واحد ديس كتتصنط له اللي هموم ديالك خليتها برا مبقاش عندك كتدولك دماغ كنتران تبع واحد المغني كتتصنط عليه كتصنط على الكلام وكتصنط على الموسيقى ومكينبقاش يش نقي دولك دماغ متاع حاجة واخرها تقدر تنسانها القاملة كتطيب على البوطة وتقدر تنسانها كنتنسنت نكمل هادم هذا هو الموسيقى بصيفة عامة لا في تقناوت ولا في جاز ولا في البلوز ولا في الروك جميع كالروك تشوحي بضله كل شي يشدب كل شي غير تخيار واحد يشطيع كل حاجة هذا عالم صبح الله العظيم تحية المغربية المغربية الحمد لله في العالم والتي عندها واحد المكونات اللي تقدر اي حاجة كم مره جل كي ناول الحياة ديالون في المجتمع تالمرات كذلك ومثال وهذا فرح كبير باش مرات الدرب قنبري ودير فرقه ديال لبنات واسمالح بزاويرا ماشي جابتها من الخلارة كابره فوسط بار قناواب وها معلم قناوي وها قناوية وهذا الشيادة كيفرح نتمنى قاعد المرأة المغربية تاخد بعيل عسيبار اي واحدة تقدر تتعلم كما تتعلم سياته يتعلموا بزاف والشي ما الحمدلله وما غادين شوف من الدم لازم يشوق الطريقة ديالو بواحد طريقة اللي يكون مقتنع بيها لازم من الدم يطلع درجة درجة ما يعرف ما يحسب الشراء غادي ينقذ من واحد البلاصة البلاصة عالية عليه يقدر يطلع من مشكل ولكن إلا طلع درجة 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 غادي يوصل لديك شي اللي يبغى ومنتمنى لقول الله إن شاء الله يساعد علي الله وتدرنا شي حاجة اللي تفرحناه وتفرحك على المغربة اللي كي عبوتك ناوية كان نقول قاعد الجمهور الكريم كان يسلم عليكم بحميد القصري وبلا بكم ما كينش حميد وبيكم كين حميد وإن شاء الله نطلب الله كون عند حسن ديما كما تحبوا والحب ديكم وليك يشجعني باش نزيد نبداع باش نزيد نخدم باش نزيد نتعلم شي حواج اللي نقدر نمتعكم بها قبل ما تخرجوا لا تنسوا لا تنسوا